سواء كجماهير أو كتدريبات أو كده النهاردة الحقيقة يمكن من أخبارنا أنه كان فيه اجتماع لشركة الأهلي الانتاج لإعلاني برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس مجلس إدارة الشركة والاجتماع ده شهد يعني الاتفاق على عدد من القرارات مجلس الإدارة الاجتماع النهاردة وتم إقرار مجموعة من القرارات منها اعتماد محضر مجلس إدارة النادي بشأن تشكيل هيكل شركة الأهلي الانتاج الإعلامي بتكوينه الجديد أيضا منقشة الملف الضريبي للشركة مع عرض تسويال كاملة التي تمت مع مصلحة الدرائب أيضا تفويد العمري فاروق العضو المنتدب للشركة والمهندس خالد مرتاجي عضو مجلس إدارة الشركة باستكمال هيكل رأس مال الشركة وعرضه على المجلس مناقشة العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركة وكذلك أعداد خطة شاملة لتعظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس إدارة الشركة الأهلي لإنتاج الإعلامي في اجتماعه الأسبوع المقبل المجلس أو الحضر الاجتماع اللي عوخت برأسة كابتن محمود الخطيب النهاردة الحد كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي طبعا والعضو المنتدب للشركة وعضاء مجلس إدارة الشركة المهندس خالد مرتاجي أمين صندوق النادي ومحمد دماطي ومية عاطف وضوي المجلس ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة ومحمد عبد العظيم أمين سر الشركة دي القرارات طبعا صدرت عن اجتماع اليوم والخاصة بشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي